كيف صار للفيل خرطوب؟ في قديم الزمان كان للفيل الصغير أنف جميل كان الفيل مصرورا بأنفه القصير لكن فكره كان مشغولا ماذا يأكل التمساح؟ سأل صديقته الزرافة هل تعرفين ماذا يأكل التمساح؟ قالت الزرافة أنا لا أعرف لأنه لا يعيش معنا قال لصديقه النمر هل تخبرني ماذا يأكل التمساح؟ أجابه النمر لا أعرف لأن التمساح يأكل طعامه تحت الماء سأل الفيل القرود من فضلكم ماذا يأكل التمساح؟ أجابته القرود ضاحكة اسأل الأرانب قال الفيل للأرانب هل صحيح أنكم تعرفون ماذا يأكل التمساح؟ ضحك أحد الأرانب قال للفيل اذهب للتمساح واسأله ماذا تأكل يا تمساح؟ أجابه التمساح الغدار اقترب مني لأخبرك ماذا أكل؟ وحين اقترب الفيل الصغير هجم عليه التمساح وأمسكه من أنفه وراح يجره بقوة ويشد حتى سحبه تحت الماء غير أن الفيل استطاع أن يخلص أنفه من بين أنياب التمساح لكنه لاحظ أن أنفه صار طويلا صار أنف الفيل خرطوما فحزن وبكي كثيرا لأن أنفه القصير صار خرطوما طويلا لكنه لاحظ أن هذا الخرطوم مفيد في حمل الأشجار وبه يستطيع أن يتناول طعامه البعيد عن فمه الخرطوم أحسن رشاش للماء البارد المنعش فرح الفيل كثيرا وراح يتأمل خرطومه باعتزاز وصار كلما رأى خرطومه تذكر التمساح الماكر لكنه ما زال يتساءل ماذا يأكل التمساح؟ فتجيبه الحيوانات كلها إن التمساح يأكل جميع الحيوانات التي لا تكون حريصة على حياتها إلى اللقاء لا تنسوا الاشتراك في قناتنا 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 لا تنسوا الاشتراك في قناتنا